مرشح 4-5-10 الذي هني يمكن بأول مرة ما يصيرش فيه تلتان بالتاني اللي بيقلل أكثرية المطلقة وبيصير فيه تداول بقلب الجنس فلذلك من الآن رح بيكون السعي ابتداء من 25 لدى الشهر لدى كل مرشح التالي وصل على الأقل لها الكنسلسيس هذا وهكذا كان فتحت ما أسماه برّي صقف لبنانة الاستحقاق شكل رئيس مجلس النواب لجنة من كتلة التنمية والتحرير وتحديدا من النواب علي عصيران وميشيل موسى ويسين جابر للشروع باتصالات لدى مختلف الأطراف على الساحة اللبنانية لتأمين انعقاد جلسة نيابية لانتخابات رئاسة الجمهورية التي تبدأ مهلتها الدستورية الثلاثاء في 25 من أذار الجاري تاريخ بدء مهلة الشهرين من موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشيل سليمان بحيث يلتأم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وذلك وفق المادة الثالثة والسبعين من الدستور أما أن يتشاور رئيس المجلس بواسطة مندبيه مع رؤساء الكتل في سبيل تعيين موعد الجلسة فأمر لا يحضره ولا يتيحه الدستور لذلك من المطلوب إذا كان الأمر سوف يتأتى عنه تأخير في الدعوة لا أن نبادر إلى الدعوة كي نعطي إمكانيات وحظوظ الانتخاب ضمن هذه المهلة المحددة في الدستور لأنه لا اجتماع للمجلس إلا بناء لدعوة رئيسه مزاجية رئيس المجلس عند حد إجريساتي توقف عند كلام رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط الأخير فيما خص الأيام العشرة الأخيرة من المهلة الدستورية لا وليد بيك العشرة الأيام الأخيرة أي الاجتماع الحكبي للمجلس لا يحصل إلا في حالة واحدة إذا تمنع رئيس المجلس عن دعوة المجلس للانعقاد ولم ينعقد المجلس خلال الفترة المحددة في المادة 73 من الدستور ولكن هل يمكن أن تتحول الجلسة التشرعية جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية؟ على الإطلاق يؤكد إجريساتي فالدعوة يجب أن تحدد أنها دعوة لانتخاب رئيس وأن تحدد الزمان